السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وصحة وسلامة خبر جديد وناري حبيت أشاركه معاكم اليوم وهو أعلان شركة OpenAI عن نموذج مفتوح المصدر اسمه GPT-OSS من خلال هذا الفيديو القصير وبقدم النهاردة الفيديو بالنيابة عن مروي سليمان لأنها لن تستطيع اليوم تقديم الفيديو وإن شاء الله بتوعدكم الفيديو القادم حيكون تطبيق عملي على نموذج ChatGPT المفتوح المصدر ونشوف مدى قوته وقدراته يلا بينا نتعرف على هذا النموذج اللي نقدر نقول النهاردة إن أخيراً OpenAI وفت بوعدها نعم OpenAI أوفت بوعدها وقدمت إلنا أخيراً نموذج مفتوح المصدر بالكامل اسمه GPT-OSS لكن مش أي نموذج هذا وحش تقني بمعنى الكلمة وبيغير قواعد اللعبة تماماً النموذج بيجي بحجمين نسخة 120 مليار باراميتر ونسخة أخف بحجم 20 مليار باراميتر والمفاجأة أنهم مش بس مفتوحين المصدر لأ OpenAI نشرت الأوزان كمان يعني تقدر تعدل وتخصص وتدرب النموذج حسب احتياجك الشخصي أو التجاري النموذج مبني على تقنيات reinforcement learning وعلى خبرة OpenAI في تطوير نماذج مثل GPT-4 وGPT-3.5 لكنه هذه المرة مصمم ليشتغل بكفاءة حتى على الأجهزة الشخصية يعني نسخة الأقوى 120B ممكن تشتغل على GPU بذاكرة 80 جيجابايتس فقط وحتى جهاز MacBook بذاكرة موحدة 96 جيجابايتس يقدر يشغلها أما النسخة الأخف 20B فممكن تشتغل على أجهزة بذاكرة 16 جيجابايتس فقط مثالي للتطبيقات المحلية بدون الحاجة السيرفرات ضخمة خلينا نراجع أهم المميزات النموذج يدعم Chain of Thought Reasoning يدعم استخدام الأدوات Tool Use يدعم Function Calling ممتاز في التشخيصات الطبية Health Bench مرخص بترخيص Apache 2.0 المفتوح والمثير أنك تقدر تتحكم بدرجة التفكير المطلوبة يعني لو بدك إجابة سريعة قل المستوى التفكير ولو محتاج تحليل معمق ارفعه الأرقام خرافية على اختبار MMLU النسخة 120B حققت 90% على اختبار GPQA للعلوم المتقدمة وصلت إلى 80.1% وعلى اختبار Health Bench الطبي تفوقت على GPT 3.5 وعلى تحدي البرمجة Code Forces النموذج نفس GPT 3.5 بفارق بسيط حتى النسخة الأخف 20B أداءها رهيب جدا تخيل إنها تفوقت على GPT 4 Mini في اختبارات مهمة مثلا Amy 2024 والأمان أوبن أي آي راقبت كل مرحلة من مراحل التدريب وأزالت البيانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والنووية حتى لما حاولوا يدربوه بشكل خبيث النموذج ما استجاب وبالمناسبة أوبن أي آي بتنظم مسابقة بقيمة 500 ألف دولار لاختبار أمان النموذج جائزة مفتوحة للريد تيميرز ليه مهم تحتفظ بنموذج مثل GPT OSS على جهازك؟ تخيل لو انقطع الإنترنت أو حصلت أزمة وجود نموذج قوي محلياً بيسمح لك بالوصول لكل المعرفة حتى بدون اتصال وأخيراً تقدر تجرب النموذج اليوم مجاناً عبر منصة Together AI الرابط في الوصف سجل حمل النموذج وابدأ رحلتك مع أقوى نموذج مفتوح المصدر من OpenAI حتى الآن لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك كل أخبار الذكاء الاصطناعي أول بأول نشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر